ولكن نريد أن نعرف الفرق بينهما من حيث النطق همزة الوصل لو أخذنا فعل مثل استغفر المؤمن ربح استغفر نجد أن عند الابتداء بنطق هذه الكلمة نقول استغفر فهذه الهمزة منطوقة لأنها وقعت في بداية الكلام ولكن حين نجعل قبلها واو مثلا فإن هذه الهمزة تختفي من النطق وإن كانت مكتوبة لأننا سنقول الآن واستغفر لاحظ أننا نطقنا الواو ثم نطقنا بعدها السين مباشرة فقلنا واستغفر فهذه الهمزة كأنها غير موجودة من حيث النطق لذلك هذه الهمزة همزة تنطق في أول الكلام ولكنها تختفي إذا سبقت بحرف كحرف الواو أو الفا إذن هي منطوقة عند ابتداء الكلام لا غير هذه هي همزة الوصل في حين أن عندنا همزة القطع مثل أحمد تنطق في ابتداء الكلام لذلك إذا ابتدأت الآن تقول أ أحمد وإذا جعلت قبلها واو فإنك تقول وأحمد وأ وأ وأحمد إذن هذه الهمزة نطقت في بداية الكلام وفي درج الكلام في وسطه في حين أن همزة الوصل نطقت في أول الكلام ولكنها اختفت حين سبقت بحرف لذلك يقولون إنها تسقط في درج الكلام في حين أن همزة القطع ثابتة في وصل الكلام يعني في درج الكلام أو في ابتدائه لذلك هي همزة تنطق في ابتداء الكلام وتنطق إذا سبقت بحرف أيضا ترجمة نانسي قنقر